ولكن بشكل مباشر الذي ضحك عليه هو النجاشي وإن كان الرجل ما ضحك عليه هم فرضوا فرضا قالوا هذا الكتاب كتاب في الرجال والعباس ابو فاضل لا رجال ولاهم يحزنون هذا تزوير من قبل مراجع الشيعة هذا الكتاب الآن اسمه رجال النجاشي وإذا ما سألت العلماء وقد ضحك علينا مراجعنا الكرام جميعا في المدرسة الأصولية حين قالوا لنا هذا أهم كتاب في الرجال والنجاشي خبير في الرجال وأنا أيضا درست وعلمت ونشارت تحدثت في دروسي عن النجاش فأنا مضحك ضحك علي الخوعي وأضراب الخوعي حينما رجعت ودققت في رجال النجاشي وجدت هذا الكتاب مهزلة سخرية مضحكة الكتاب هذا تقول لي كيف آتيك بقرائن أولا المؤلف وهو يتحدث عن نفسه تعال معي إلى المؤلف يتحدث عن نفسه هذا المؤلف عدد أسماء كتبه هذه أسماء الكتب ما فيها شيء يشير إلى علمه وثقافته بمنهج الكتاب والعترن هذا هو المؤلف نفسه النجاشي صفحة 101 يا جماعة هذه الطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة هذه الطبعة التاسعة 1429 هجري قمري صفحة 101 رقم الترجمة 253 هذا هو النجاشي أحمد ابن 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 العباس إلى أن يقول مصنف هذا الكتاب هو الذي ألف هذا الكتاب ما هي كتبه له كتاب الجمعة وما ورد فيه من الأعمال ما هذا الكتاب يستطيع أي شخص أن يكتبه ما فيه علم روايات كتاب في الأدعية في أعمال الجمعة وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل وكتاب أنساب بني نصر ابن قعين نصر ابن قعين هذا جده النجاشي وما أدرك كان يشتغل بالجائل وكتاب أنساب بني نصر ابن قعين وأيامهم وأشعارهم وكتاب مختصر الأنوار ومواضع النجوم التي سمتها العرب خرافات العرب ماذا تعرف من النجوم ماذا عندهم يعني هابل تلسكوب ماذا عندهم خرافات العرب عن النجوم يعني هذا غاية ما عند الرجول بعض الأحاديث في فضل الجمعة أو خرافات عن هذا نصر ابن قعين على أساس هو من أجدادي يعني ولا يوجد دليل على أنه أجدادي وضع نسبا له على أساس أن نسبة يعود إلى نصر ابن قعين تلقى فهد واحد بده يوصق قذر عايش بالجال من هو نصر ابن قعين نبي كان أنساب بني نصر ابن قعين هذا خلاصة ما عند النجاش هذا هو النجاش يتحدث عن نفسه بنفسه في كتابه أين علمه لا علم له هذا الرجل نعود إلى كتابه هو في المقدمة يقول أنا ألفت هذا الكتاب لماذا كي أذكر أسماء المؤلفين الشيعة ما قال كتاب في الرجال والعباس ابو فاضل ما قال كتاب في الرجال هذا المقدم أقرؤوا يا طلبة العلم كتاب موجود عندكم أقرؤوا قال أنا أكتب في هذا الكتاب أسماء المؤلفين وأسماء الكتب ما عندي وقت أقرأ خلاصة كلامه خلاصة كلام النجاش هي هذه قال أنا أذكر أسماء المؤلفين الشيعة وأسماء كتبه ثم يقول وما عندي مصادر ما عند مصادر لأسماء المؤلفين والكتب فكيف تكون عند مصادر للرجال وتقييم أحوال الرجال هو يقول يقول ولم أبلغ غايته ما استطعت أن أجمع كل أسماء المؤلفين لماذا لعدم أكثر الكتب ما عند مصادر الرجل لا يملك مصادر ولذلك هو عدد الموجودين أتدري كام عدد الموجودين 1269 الذين تحدث عنهم 683 واحد والباقون ما عنده معلومات عنه ما هو اسم الكتاب الأصلي اسمه الفهرست والله ما اسمه الرجال الذي حرف اسمه العلامة الحلي وابن داود الحلي من مراجع الشيعة الأجلاء رضوان الله تعالى عليه حرفوا اسم الكتاب تغيير عنوان الكتاب له أثر كبير يعني مثلا كتاب في الكيميا وتكتب عليها هذا في الرياضيات الفهرست ووالله ووالله الآن إذا أردنا أن نبحث في أصل القضية هو يقلد المخالفين لأن المخالفين سبقونا في الفهرست حتى هو يقول هو ماذا يقول يقول أما بعد فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف أطال الله بقاءه وأدام توفيقه من تعيير قوم من مخالفين أنه لا سلف لكم ولا مصنف ما أعدكم كتب في الفهرست يعيرون فألف النجاشي الفهرست وألف الطوسي الفهرست والكتابان مضطربان الآن لو نقوم بعملية مقارنة عملية مقارنة بين الفهرست بعملية مقارنة كتاب ابن النديم كبير مرتب منظام هذا كتاب النجاشي والفهرست حتى النظام الأبتثي فيه نظام خاطئ مثل ما الآن العلماء يخطئون في الكتابة والإملاء والله هؤلاء أخطأوا في النظام الأبتثي ما يعرفون تنظيم العروف روح شوف أنت كتاب الفهرست يا طلبة الحوزة كتاب الفهرست لابن النديم روحوا شوفوا روحوا شوفوا الكتاب أكبر حجما ذكر السنة والشيعة بتفاصيل كثيرة فيه معلومات كثيرة الكتاب مرتب ومنظم على أحسن تنظيم وحتى حينما طبعوا زادوه تنسيقا وتنظيما نحن مؤسساتنا حتى عندما طبعت طبعت على خرابطه ما هو هذا الواقع هذا الواقع الموجود بين أيدينا أنا مضحك عليه أنتم لا أنا مضحك عليه لو أقوم الآن بعملية مقارنة بين فهرست بن النديم وبين فهرست الطوسي والنجاشي أحتاج إلى ساعة أو ساعتين دعني من هذا لنذهب إلى الجزء الثاني هذا الكتاب عبارة عن جزعين يعني حتى حينما تحرفون ما تعرفون تحرفون حرفتوا عنوان الجزء الأول وجزء الثاني بقي على عنوانه الأصلي حتى حينما حرفتوا الآن الآن ما حرف حرفوا الجزء الثاني من كتاب فهرست أسماء مصنفي الشعاذة والاسم الأصل الكتاب ما هو رجال نجاشي هذا هذا هو الموجود في النسخ المخطوطة هو هذا العنوان الموجود يعني حتى حينما تحرفون يا جماعة حرفوا بشكل مرتب هذا هو الجزء الثاني من كتاب فهرست أسماء مصنفي الشعاذ لا وجود لذكري عنوان الرجال لا من قريب ولا من بعيد اسمه الفهرست نذهب إلى صفحة 404 رقم الترجمة 1070 محمد ابن الحسن ابن حمزة النجاشي متى توفي 450 هذا مكتوب على المقدمة حتى على الغلاف ومعروف توفي 450 محمد ابن الحسن ابن حمزة متى توفي توفي 463 كيف أرخ النجاشي لوفاته وهو متوفى سنة 450 هذا صفحة 404 رقم الترجمة 1070 ماذا يقول مات رحمه الله في يوم السبت 16 شهر رمضان سنة 63 واربعمائة ودفن في داره يعني كان حاضر في الدفن هو يقدر يطلع من قبره النجاشي ورث 13 سنة واجه حضر تشييع محمد ابن الحسن ابن حمزة ودفن في داره ماذا تقولوني هذا الهراء الى متى سيبقى مضحوك علينا والله مضحوك علي انتم ما مضحوك عليكم انتم نوابخ انا مضحوك علي ارجعوا الان الى كل مراجعكم وسألوهم عن النجاشي ماذا سيقولون لكم افضل الكتب في علم الرجال كتاب رجال النجاشي خريت الصناعة واستاد الفن واول الرجاليين ولك حمي هذا لا علم لا فهيم والكتاب مزوّق ومحرّق على راسي النجاشي عالم لكن هذا تحريق الكتاب عنوانه محرّف الجزء الثاني عنوانه شيء والجزء الاول عنوانه شيء وهذا مؤرّخ لرجل مات سنة 463 والنجاشي مات سنة 450 فكيف أرّخ له وماذا بعد ماذا بعد تعالي هو ماذا قال عن سعد بن عبد الله الأشعري هو النجاشي ماذا قال قال ورأيت بعض أصحابنا رقم الترجمة 467 قال ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه لأبي محمد الإمام العسكري هذه القصة نفسها ويقولون هذه حكاية موضوعة عليه والله أعلم من هم هؤلاء على أي أساس هو الرجل نفسه نقل الكلام وليس متيقناً منه واضح من طريقة الكلام فكيف أخذ السيد الخوئ هذا الكلام معتمد عليه هو النجاشي ضحك عليه لماذا أنت تنقل هذا الكلام أيها النجاشي النجاشي ليس خبيراً رجل جاهل اجتمع النجاشي والشيطان والمنهج الشافع البخاري على السيد الخوئ وضحك على السيد الخوئ فقال هذه الرواية ضعيفة السندي جداً وهو ضحك على الوائلي معه الفخر الرازي وجاء فضحك عليه فصدقت بكلامه وقبلنا كلام الوائلي وهو يستهزئ بإمامنا وحين انتقدته وقلت هذا سني سبوه حين عرفوا الوائلي تراجعوا أنا لا أريد منهم أن يسبوا الوائلي ولا أنا أسبوا الوائلي ولكن لماذا هكذا ما هو الموقف هو هو لا بس نذهب إلى فاصل الزيارات التي وردت من الناحية المقدسة وهي تخاطب سيد الشهداء هذا المقطع من زيارة الناحية المقدسة هناك نقطة أريد أن أشير إليها قبل قليل مرت علينا الرواية عن جابر بن يزيد الجعفي وأنا كررت جابر 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 الجعفي الرواية التي جاءت في تفسير وذلك دين القيمة القيمة فاطمة عن الإمام الباقر جابر عنده تفسير كبير ولكنه ضاع بعض المؤمنين الأستاذ رسول كاظم عبد السادة جمع الروايات الموجودة في الكتب وطبعها تحت عنوان تفسير جابر الجعفي قطعا هذا جمع من الكتب وإلا تفسير الأصلي أولا هو كبير جدا كبير جدا وضاع التفسير وبقيت منه بقايا في الكتب منتشرة من قبيل هذه الرواية وذلك دين القيمة مثلا تفسير جابر الجعفي كان ميزانا عند أهل البيت من يقبل هذا التفسير فهو من أشيائهم من يرفض هذا التفسير حتى إذا كان من الشيعة فيعدونه في طبقة السفلة الأئمة هكذا يعدونه في طبقة السفلة هذه الرواية مثلا هذه عن ذريح المحاربي سألت الصادق عن جابر الجعفي الرواية موجودة في بحار الأنوار موجودة في مستدرك الوسائل موجودة في مصادر أخرى ذريح المحاربي يسأل الإمام الصادق عن جابر الجعفي وما روا فلم يجبني وأظنه قال سألته بجمع يعني في الحجاز اسم مكان يعني فلم يجبني عند مكة فسألته الثالثة فقال لي يا ذريح دع ذكر جابر جابر جعفي فإن السفلت إذا سمعوا بأحاديثه شنعوا في الوسط الشيء قطعا فإن السفلت إذا سمعوا بأحاديثه شنعوا أو قال أذاعوا شنعوا يشنعون على حديث جابر الجعفي التشنيع ما هو يعني أن يصفون أحاديثه بأوصاف قبيح يستهزعون رواية ثانية هذه الرواية موجودة في الكافي في الجزء الثامن عن جميل جميل بن دراج قال قلت لأب الحسن للإمام الكاظم أحدثهم بتفسير جابر يحدث من قطعا لا يحدث النواصب يحدث الشيعة قال لا تحدث به السفلت فيوبخوه يوبخون جابر يصفونه بأوصاف سيية أو يوبخون التفسير بالنتيجة على حد سواء لأنه يوبخون التفسير لأنه نقل عن جابر أو يوبخون جابر لأنه نقل هذا التفسير فالأئمة ماذا وصفوا وصفوا الذين يشنعون على تفسير جابر أو يوبخون جابر ماذا وصفوهم بالسفلة هذه الرواية في الكافي هذه الرواية منقول عن الإمام الكاظم وهذه الرواية منقول عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهناك روايات أخرى يعني الكلام ليس منحصرا بهاتين الروايتين هناك العديد من الروايات تصف الذين يرفضون تفسير جابر بالسفلة قطعا من الشيعة هؤلاء سفلة الشيعة يشنعون على جابر الجعفي ويشنعون على حديثه جابر في زمن الإمام الكاظم لم يكن موجودا ومع ذلك الإمام يجعل من جابر ميزانا من تفسيره قلت لأب الحسن أحدثهم بتفسير جابر قال لا تحدث به السفلة فيوبخوه هناك قاعدة عند الرجاليين وعنده سيد الخوئ بالذات وفي كتاب معجم الرجال الموجودة في الجزء الأول ما يسمى بالتوثيق الجمعي ما المراد من التوثيق الجمعي التوثيق الجمعي مثلا علي ابن إبراهيم في بداية التفسير قال أنا لا أروي في هذا الكتاب إلا عن ثقة الرجاليون يقولون شخصية مثل علي ابن إبراهيم يقول هذا الكلام فكل الروات إذن يحكم بوثاقتهم فيقولون هذا توثيق جمعي وهذا الكلام يذهب إليه سيد الخوئ أيضا توثيق جمعي مثل ما يوجد توثيق جمعي يوجد تقديح قدح جمعي قدح جمعي وهم في علم الرجال يقولون القدح أولى من المدح يعني إذا شخص ورد فيه مدح أو قدح يقدمون القدح على المدح نعم من باب الاحتياط وكل هذا جاء به من المخالفين هذه طريقة البخاري بالضبط هذه أساليب البخاري هذه قضية أن القدح أولى من المدح هذه طريقة بخارية صرفة مئة بالمئة دعنا نمشي مع هذه الطريقة نمشي مع قضية التوثيق الجمعي والتفسيق الجمعي ويقدم القدح على المدح ما هذا تفسيق أو تقديح أو تنقيص جمعي من قبل الإمام الكاظم ومن قبل الإمام الصادق يصف الذين يشنعون على تفسير جابر أو يشنعون على جابر وتفسيره بأنهم سفلة الإمام يقول الإمام الكاظم لا تحدث به السفلة فيوبخوه يوبخون جابر يا ذريح دع ذكر جابر فإن السفلة إذا سمعوا بأحاديثه يشنعوا إما يشنعون على الجابر أو على أحده دع ذكر جابر لما قال له دع ذكر جابر يعني التشنيع قد يكون على جابر وليس على التفسير فقط على الأثنين فالذين يشنعون على جابر وعلى تفسيره ماذا قال عنهم الإمام الكاظم والإمام الصادق قال عنهم سفلة تقولون هذه الرواية الضعيفة على رأسه الرواية الضعيفة احتمال خمسين بالمئة قالها الإمام احتمال خمسين بالمئة ما قال نعم هذه روايات محتملة اهتمال خمسين بالمئة قالها الإمام اهتمال خمسين بالمئة لم يقلها الإمام على رأسه سيد الخوء قبل قليل اعتمد على كلام النجاشي النجاشي قال هناك بعض الصحابة وما ذكر أسماءهم بعض الأصحاب قالوا بأن حكاية السعد بن عبد الله الأشعري حين اتقى بالإمام العسكري قالوا إنها حكاية موضوعة والله أعلم ولا أعلم صيغة الكلام ليس متأكدا هذا الكلام يمكن أن يكون صحيحا يمكن أن يكون ليس صحيحا أيضا نسبة خمسين بالمئة خمسين بالمئة لماذا قدمت ذلك الكلام وهذا الكلام لم تطبقه أيها الخوئي النجاشي صفحة مية وثمانية وعشرين ترجمة جابر ابن يزيد الجعفي رقم الترجمة ثلاثمية وثلاثين ماذا يقول عن جابر؟ يقول عن جابر ابن يزيد الجعفي وكان في نفسه مختلطا خربط مختلطا يعني غير عارف بالحق قد يكون مغاليا ضالا مختلطا بعد ذلك يقول له كتب منها أول كتاب ذكر التفسير وعدد الكتب في بعد أن يعدد الكتب يقول وغيرها من الأحاديث والكتب وذلك موضوع هذه كلها كتب مكذوبة هذا الآن النجاشي يشنع على جابر وعلى تفسيره أو لا سافل أو لا سافل 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 برغم عنوفكم الإمام الكاظم يقول والإمام الصادق يقول عنه سافل ومنحط الأئمة قالوا لأناس يشنعون على بعض حديث جابر هذا شنع على جابر ونفى التفسير من أساسه قال وذلك موضوع والله أعلم هو ليس متأكدا إذا كنت لست متأكدا لماذا هذا الخرط ونسف جميع كتب جابر جابر عنده مكتبة كتب كثيرة هو عدد هذه الكتب بعد ذلك نسف جميع كتب جابر ما أشبه هذا الكلام بكلام السيد الخوي أيضا في معجم رجال الحديث عن تفسير الإمام العسكري من قال هو تفسير موضوع ويجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فضلا عن الإمام المعصوم فوصفه بالتفسير الموضوع إذا كان تفسير جابر الذي يوبخه سافل الذي يوبخ تفسير الإمام المعصوم ماذا؟ دعني من هذا الكلام الآن الآن النجاشي النجاشي وبخ جابرا وقال وكان في نفسه مختلطا وشنع على تفسيره بل نفى التفسير من أساسه قال وذلك موضوع هذه الروايات تنطبق عليها أو لا الإمام يسميهم سفلة النجاشي سافل وحق هذا القرآن بكلام الإمام الكاضر سافل منحط تقول ما هو الدليل؟ هذا كلام الإمام الكاضر وهذا كلام الإمام الصادق يقول للذين يشنعون على جابر وعلى تفسيره سفلة هذا نفى التفسير من أساسه وشنع على جابر تقول لي لماذا تتكلم عنه؟ هذا كلام إمامي لماذا الخوئي أخذ بكلام النجاش السافل المنعط وترك كلام الأيم كلام النجاشي يحتمل الصدق والكذب والرواية هذه يمكن تكون صحيحة أو لا المنطق أين يقودني؟ يقودني الاحتياط إلى أن أأخذ بكلام النجاش السافل المنحط بحسب روايات الأيمة أو أأخذ بكلام الأيمة هذا النجاشي النجاشي سافل منحط شيعي ولكن سافل منحط وجاهل ومع ذلك كتابه محرف المراجع ضحكوا علي أو لا وهذه الرسائل العملية بالله العظيم مستنبطة على أساس هذا الكتاب كل الرسائل العملية لأنهم يتركون الروايات لأن النجاشي يضعفها يتركون الروايات وما يفتوم بها لأن النجاشي يضعفها ويقبلون الروايات التي يوثقها النجاشي على أساس كتاب النجاشي الأيمة يضعون قاعدة تترك القاعدة أو يأخذ بكلام هؤلاء السفلة رجل سافل هذا سافل منحط طبعا الآن يحيرون ماذا يقولون هذا كلام الأيم تقولون الأساني الضعيفة ما هي أساني هذا الكتاب الضعيفة كيف وصل الكتاب إليكم كلام النجاشي نفسه ما فيه سند الذي قال من أن رواية سعد بن عبد الله الأشعر القموي ضعيفة ما فيه سند ما هو سنده قال حدث بعض الأصحاب من هؤلاء الأصحاب منهم أليس هذه رواية مرسلة الوائلي وصف رواية سعد بأنها مرسلة ما هو كلام النجاشي مرسل ما فيه سنده من ضحك على من الجميع أحدنا يضحك على الآخر نحن ضحك علينا أولا بالأساس الشيطان وصلت علينا النجاشي ثم صلت علينا مراجع الشيعة من علماء الرجال إلى أن وصلت إلى الخوي والخوي ضحك علينا وضحك على الوائلي والوائلي ضحك عليه الفخر الرازي مع الخوي والوائلي ضحك عليه وصدقنا بكلامي أنتم حكموا لي أنا مضحك أو لا مضحك أنتم لا أنتم لا فقط أنا مضحك هذا هو نجاشيكم ومضحكتكم السافل المنحط بحسب أحاديث أئمتي هذا إمامي الكاظم يقول الذي يوبخ جابر وتفسيره سافل وهذا إمامي الصادق يقول كذلك أنت من؟ إمامك الخوي من أين جاء بكلامه؟ إمامه النجاشي النجاشي السافل أساسا مضحكة أنا أو لا؟ نعم أنتم ليسوا مضحك هؤلاء ضحكوا علينا فماذا نفعل؟ ماذا نصنع نذهب إلى فاصل نتابع بعد هذا الفاصل استمر الحديث سماعة الشيخ خليكم وإينا